أفوجادو ضربه مع الحليب وشوية عسل إذن ده أفوجادو نخلط خلط مينتا مع عسل وحليب وده كيوي مع شوية سكر أو عسل زي ما تحبه فراولة ومانجو إحنا ممكن نعمل طبقات هنا من العصير ونحط الفراولة ونحط الكيوي الكيوي بقى قوامه زي البودن كده تقيل ننزله أهو ونحطله كمان لا ده الأفوجادو اللي بقى قوامه تقيل وده الكيوي نقطع بقى شوية فكهة على الوش واجبة دي ممكن تاخدوها سحور أصلا لأنه هي مليانة هتبقى سعرات مفيدة هنحط مثلا شوية تفاح نقطع شوية كيوي أين السكينة الكيوي من الحاجات اللي مليانة فيتامين سي يا جماعة أغلب الحاجات فيها فيتامين سي بتبقى مززة هذا مش شرط بس الحاجات اللي بتبقى فيها فيتامين سي مززة بس المزازة مرتبطة جدا بفيتامين سي هناخد موز قطعوا شرايح على فكرة ممكن تحطولها جرانولا اللي هي من شوفان معمولة برضو موز ود الكيوي تعالوا نحط فرولة أهو تعالوا نحط عليها القشطة رمضان بقى وكده معلش ناخد قشطة نحط حتة قشطة كده قشطة البلدي الحلوة اهي ونحط لها عسل بس فوق القشطة كده اهو بصوا ويا سلام كمان لو حطنا لها شوية كان ده حاجة بأكلها في لبنان هقولكم اسمها ايه اسمها تاهيتي مشروب محل في شريع الحمرة في لبنان مشهور جدا بيبقى كده باللوز المنقوع من اليوم اللي قبله لوز ناي اهو منقوع بالميان قعوا باليوم اللي قبله زي اللي بقى مع الخشاف كده دي كارثة من النكهة الحلوة والسعرات المفيدة طيب